بهذه الدموع التي انحضرت مستسلمة يودع أوباما سنواته الثمانية في الرئاسة فلم يعد في جعبة البطة العرجاء سوى هذه الكلمات ليقدمها بعد سنوات عجاف مرت بها السياسة الأمريكية في عهده والعرج في حالة الرئيس المنحدر من أصول إفريقية التصق به منذ الأشهر الأولى لرئاسته الأولى يبدو الرجل الذي كان يحمل معه أحلام مارتين لوثن كينغ رجل الدين الأسود المناهض للعنصرية يبدو اليوم منهزما وخليفته القادم رجل أبيض في جعبته وجه جديد للطموح الأمريكي في شيكاغو المدينة التي رسم فيها سيرة حياته المهنية وأصبحت معقله السياسي خصص باراك أوباما القسم الأكبر من خطابه الوداعي للدفاع عن الديمقراطية قبل أن يسلم السلطة الأسبوع المقبل إلى دونالد ترامب تارا يشكر زوجته وابنته وتارا أخرى يستعرض القوى والصمود قائلا أن التحدي الديمقراطي يعني إما أن ننهض جميعا وإما أن نسقط جميعا لكن من يعلم ما تكتبه الصحافة الأمريكية مؤخرا فسيقرأ عن الرجل معنى السقوط فخلال ولايتيه المتعاقبتين دخل الرجل في سباته العميق فمنذ عام 2009 كانت الصحوات قصيرة قبل أن يعود إلى حالة الموت الأخلاقي التي تأكدت بعد صفقة الكيماوي في آب 2013 رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الذي كان قادر بمكالمة هاتفية على إنهاء معظم الكوارث الإنسانية في العالم والأزمات المالية لم يفعل شيء سوى توريث هذه الملفات لخليفته فهو بحسب المحللين لم يأخذ بيد أمريكا اقتصاديا سوى نحو الهاوية ولم يخرجها من أزمتها في أنظمة المال والقروض ووصل الفشل نحو الفراغ الذي تركه تراجع الدولار الأمريكي أما في سياسته الداخلية فيرى الأمريكيون أنه فشل أيضا وعجز في تغيير الكثير من الأنظمة الداخلية والأهم ما قامت به إدارته على صعيد السياسة الخارجية حيث يرى محللون أن السياسة الخارجية له هي الأسوأ على الإطلاق اتجاه القضايا العربية بالمقارنة بتاريخ قانط البيت الأبيض شملت خذلان شعوب الربيع العربي والتخلي عنهم في المقابل تنامي التنظيمات الإرهابية في المنطقة فضلا عن تعاظم النفوذ الروسي والإيراني بقوة والفتور الذي شهدته العلاقات الخليجية الأمريكية ورغم كل التهم حول جبن إدارة الرئيس الرابع والأربعين للولايات المتحدة يقف اليوم هنا ليذكر بالإنجازات خلق الوظائف وإصلاح نظام التأمين الصحي وتصفية أسامة بن لادن ويبقى التكاهن هنا كيف ستكون الإدارة الجديدة فلربما يترك أوباما لخليفته القادم إرثا ما إن كان القادم هو المثير للجدل ترامب ما يعيدنا لإسقاطات الذاكرة حين ترك جورج بوش الأب عام 1992 لخليفته بيل كلينتون إرث أسوأ فترة رئاسية شكرا شكرا شكرا